بفتح الباب ولقيت المنظر ده قدامي طالعين من تحت الاتنين ومعهم ياسر ومسكين علب في اديهم وبيقولولي فانوسك وحش قوي قدريهم خدوا ياسر ونزلوا بقى علشان يجيبوا فوانيس غير اللي انا جايبها لهم قلت لهم ماشي فتحوا بقى ووروني كده الفوانيس اللي انتوا جايبينها دي ايه الحلو فيها يعني المشكلة انهم كانوا وقفين بيتنططوا من الفرحة حرفيا وانا مش فاهم في ايه المهم بقى انهم قاعدوا يركبوه وانا قاعد مستنى شوف النتيجة في الاخر هتطلع ايه يعني. هوا بتعملي ايه? فانوس? فانوس حركب. مسا. بتعملي ايه? فانوس? الله. شغل بقى? يلا هوبا. ودي? ايه? ما شغلكش بتاعيك? ياسر يا ابني اللازينة. ايه ده? بيعمل ازاي? الحيحور الحيحور بيعمل ازاي? فهمت انا بقى كده اللي فيها دلوقتي لما اشتغل هم مفرحانين بالانوار والتنطيق بتاع الفانوس عشان انا كنت اجاب له فانوس عادي من اللي بيتمسك في الايد ده. مسا. انت بتخنق العروسة ليه? حور بتعملي ايه? ايه دي? واحوي واحوي واحوي. ما تكسرهمش بس ام حاجة. شتت. بتعملي ايه يا حور وانت اللي بتنطي? يلا سقفة كبيرة يا يا عمو سقفة كبيرة سقفة كبيرة. ده انت جبت لنا صداعي ابن لازينة ده يبدلوا مشغير كل اليوم. حد يا ابني يجيب الصداع لي نفسه. تعملي ايه? حلوة? سيبيها عشان تلف. سيبيها يا حورة عشان تلف. ايه نقف 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 نقف. اجيبكم خش كده خش كده. بوصل عمو بقى بوصل عمو عشان جابلك فانوس. شاتر بوصل ياه.